قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الوحيد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قول له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يتثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أنت موت أو آموت قبل أن أسمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة القيامة أو قال العباد عراطا غرلا بهما قال قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم ينضيهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك أنا الضيان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولي أحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وانا انما نأتي الها عز وجل عراطا غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن هشامي بن سعد عن محمدي بن زيدي بن المهاجري بن قنفذ اللتيمي عن ابي امامة الانصاري عن عبدالله بن اونس الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمينا صبرا فادخل فيها مثل جناح بعوضة الا جعله الله نكتة في قلبه الى يوم القيامة حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حدثنا عبدالله بن جعفر يعني المخرمية عن يزيد بن الهادي عن ابي بكري بن حزمين عن عبدالله بن اونيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وسألوه عن ليلة يترأونها في رمضان قال ليلة ثلاث وعشرين قال حدثنا انس بن عياد ابو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمين عن ابي النظري مولى عمر بن عبيد الله عن بسري بن سعيد عن عبدالله بن اونيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم انسيتها واراني صبيحتها اسجد في ماء وطيء انفمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وان اثر الماء والطين على جبهته وانفه قال حدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهاني عن اخيه عبدالله بن عبدالله بن خبيب قال كان رجل في زمان عمر بن الخطاب قد سأله فاعطاه قال جلس معنا عبدالله بن اونيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه في مجلس جهينة قال في رمضان قال فقلنا له يا ابا يحي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة من شيء فقال نعم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الشهر فقلنا له يا رسول الله متنا التميس هذه الليلة المباركة قال تميسوها هذه الليلة وقال وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين فقال له رجل رجل من القوم وهي اذا يا رسول الله اول ثماء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست باول ثماء ولكنها اول السبع ان الشهر لا يتم قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي قال عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن اونيس عن ابيه قال دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد بلغني ان خالد بن سفيان ابن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة فاته فاقتله قال قلت يا رسول الله انعته لي حتى اعرفاه قال اذا رأيته وجدت له اكشعرية قال فخرجت متوشحا بسيف حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ضعو ان يرتاد لهن منزلا وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاكشعرية فاقبلت نحوه وخشية ان يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وانا امشي نحوه اومئ برأسي الركوع والسجود والسجود فلما انتهيت اليه قال من الرجل قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال اجل انا في ذلك قال فمشيت معه شيئا حتى اذا امكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال افلح الوجه قال قلت قتلته يا رسول الله قال صدقت قال ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصر فقال امسك هذه عندك يا عبد الله ابن اونيس قال فخرجت بها على الناس فقال ما هذه العصر قال قلت اعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني ان امسكها قال اولا ترجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله فتسأله عن ذلك قال فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لما اعطيتني هذه العصر قال اية بيني وبينك يوم القيامة ان اقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة فقرناها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى اذا ما تأمر بها فصبت معه في كفنه ثم دفن جميعا قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن بعض ولاد عبد الله بن اونيس عن ابي عبد الله بن اونيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي ليقتله وكان يجمع لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيته بعرنة وهو وهو في ظهر له وقد دخل وقت العصر فخفت ان يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة قال فصليت وانا امشي اومي اما انف لما انتهيت اليه قلت كذا وكذا حتى ذكر الحديث ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بقتله اياه وذكر الحديث حتى